نحن نتكلم بهذا الفيديو عن نمط آخر من الأنماط الهيكلية وهو البروتوتايل طبعا هذا يعتبر عندنا من الأنماط المهمة والفائدة الرئيسية من هذا النماط هو السنساخ الكائن بمعنى أنه نفترض أنه عندك كائن معين وتريد تاخذ نسخة من عنده طبعا الآن أنت ليش تتاخذ نسخة من عنده بالدرجة الرئيسية قد تكون مثلا لأغراض أنه أنت في مرحلة معينة من الأبليكيشن الخاص فيك أنه أنت قمت بإنشاء كائن قد يكون هذا الكائن استغرق من عندك وقت مثلا تجلب البيانات وإسناد إلى البيانات ما إلى ذلك وتريد نسخة من هذا الكائن تستخدمها في مرحلة معينة من مراحل البرنامج طبعا الآن ما تبدي ترجع أنه تتصل في السيرفر أو في قاعدة البيانات وتعمل لود على البيانات وبالتالي راح يبدي ياخذ من عندك وقت فهي نسخة موجودة عندك يعني هو الكائن موجود وخصائصه موجودة والوظائف مالته موجودة فاللي تحتاجه أنه أنت تاخذ نسخة من هذا الكائن أوكي تعمل كابي من عنده أو ما يسمى عندنا فيه أوكي فهذه الفكرة الرئيسية من هذا النمط أنه إحنا ناخذ نسخة من الكائن يعني تقوم بإنشاء يعني object عبارة عن instance منه يعني create a new object by copying this prototype أوكي أنه تقوم بنسخ هذا الابجكت فالفكرة أنه مثل ما قلنا عندك object موجود عندك وما تريد أنه تكرر عملية إنشاءه إنشاءه يعني من الصفر فرح تبدي تاخذ نسخة من عنده الآن تريد تستنسخه ككل تريد تستنسخ أجزاء من عنده فطبعا هذا ما يسمى عندنا داخل النمط في النسخ العميق والنسخ اللي يحتبر عندنا الظحل deep والshalow فأنت ذات عمل deep عليه فمعنى ذلك تقوم بإستنساخ الكائن بشكل كامل ربما أنه هذا الكائن رح يبدأ يرتبط عندك في كلاسات في أمور أخرى فأنت رح تبدي بإستنساخه بشكل عميق هناك إستنساخ الظحل ما يسمى عندنا في shallow بمعنى أنه إستنساخك رح يكون عليه يعني مثل ما نقول عليه shallow أو خفيف أو ضحل بدل أنه يكون عندك عميق وطبيعة الحال فطبعا البروب لمالتنا هي كالتالي أنه أنت عندك object وانت تريد تاخذ نسخه من عنده هي create exist copy of it فشل رح تبدي تقوم بهذا الشيء فأول شيء أول عملية أنه إحنا رح نقوم بإنشاء object من عنده من الكلاس اللي إحنا رح نبدأ نستنسخه أوكي؟ وبعد ذلك رح نبدأ ننطلق يعني بعد ما استنسخناه ونقوم بذهاب إلى fields malta والvalues هذي وبعد ذلك نقوم بعملية استنساخه حتى يبدأ يظهر إنا النسخة الجديدة من هذا الobject أوكي؟ ولكن طبعا هنا لازم تنتبه أنه مو كل الobject تقدر أنه تنسخه لازم تاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الكائنات بمعنى أنه مو كل الobject not all objects can be copied that way because some of object field may be private بمعنى أنه بعض الobject أو بعض fields الحقول أو الوظائف مثلا ما تقدر أنه تعمل نسخة من عندها بسبب خصوصيته أنه هي private أوكي؟ أو هي محمية على سبيل المثال أوكي؟ فهذه أيضا لازم أنه تاخذها بنظر الاحتبار وتاخذ أمور visibility اللي هي تكون outside of the object itself أوكي؟ فطبعا هنا الفكرة مثل ما قلنا عملية استنساخ وأن هذه العملية لازم تمر ضمن المحددات الرؤية الخاصة في هذا الكائن بمعنى أنه إحنا داردنا أنه نقوم باستنساخه يعتبر هذا عندك object تقوم في عملية استنساخه نقدر أنه نستنسخ الشكل الخارجي إليه ولكن ما نقدر أنه نذهب deep داخله ونستنسخ كل الهيكلة الخاصة فيه أوكي؟ فرح يظهر أنه فقط الشكل الخارجي وهذا ما يسمى عندنا في الاستنساخ shallow أو الضحل أوكي؟ طبعا نقدر أنه ناخذ أكثر النسخة باستخدام هذا النمط أنه تأخذ نسخه من نفس الطريقة تأخذ نسخه أخرى وهكذا بمعنى أنه تقوم ببناء أكثر من نسخه من الكائن وكريال شيء حقيقي إحنا جاي فينا أنه عملية انقسام الخلية فالشيء قريب من هذا الكلام أنه إحنا نعمله في عملية انقسام الخلية أنه تنقسم الخلية بهذا الشكل وبدأت تحصل عنها أنسخ من عندها طيب اللي راح نعمله راح نعمل التالي طبعا نحنا أوكي في مثال جدا بسيط لكن هذا مثال يعني مثال راح تبدي تفهم من عنده اعتبر أنه هذا الapplication والتك أوكي؟ وهذا عبارة عن واجهة interface أو abstract class مجرد طبعا هذا الكلاس يحتوي لك على fields xy يحتوي على color لون باعتبار أنه هو الشكل في الشكل إلى أبعاد xy أو ordinate حداثيات إلى color إلى لون معين ويحتوي على وظيفة وظيفة اللي هي shape الشكل اللي هو تعطيه source أوكي؟ والكلون الكلون هي هذي اللي احنا بصدد التعامل معه الكلون هو نسخ يعني دائما يستخدم كلمة كلون بمعنى أنه هناك deep وهناك shallow أوكي؟ وطبعا هذا الأبستراكت في inherent يعني في class circle آخر هذا class وفي class آخر rectangular طبعا كلهم مثل ما تلاحظ هو inherent من shape هذا بمعنى أنه هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا طيب هذا circle إلى أكيد إلى القطر أو إلى نصف القطر radius diameter قطر radius هنا عندك نصف القطر أوكي؟ وبالنسبة لل rectangle إلى الطول وإلى العرض width and height أوكي؟ العرض والارتفاع جيد جيد الآن الوظيفة المعنية عندنا الآن اللي هي وظيفة clone مثل ما تلاحظ هنا هنا عندك circle وظيفة circle أوكي؟ قد تكون لحساب أمور معينة ولكن اللي تعنينا هنا هي the clone مثل ما تلاحظة الآن موجودة هنا مثل ما تلاحظة الآن هي موجودة وهي طبعا باعتباره أنه inherent من هذا ال abstract class أو يعتبر عندك الواجهة بالتالي راح تبدي تتكرر عندك هنا فأنت طبعا إذا ردت أن تقوم بأخذ نسخة من circle فمجرد أن تقوم باستدعاء هذه الكلون أوكي؟ أو إذا ردت أن تقوم باستنساخ الريكتانجلة فمجرد أن تقوم إيش؟ تقوم باستدعاء هذا الكلون هذه هي الفكرة العامة من هذه العملية خليني بدنا نأخذها كمثال يكون عندك كمثال آخر تعتبر أنه هذا الكلينت الكلينت هو الابلكيشن ما لتنا مثل ما تلاحظ أوكي؟ وطبعا هذه هي ما يتسمى عندنا البروتوتيب دائما الكلاس اللي اسمه طبعا كبروتوتيب يقصد فيه اللي هو الابسترقت كلاس اللي هو هنا يعتبر عندك الواجهة مثل ما شفناه الشيء بالشكل العام أوكي؟ ونفس الكلام دا يتكرر عندك أنه الآن عندك الكن كريت بروتوتيب 1 اللي هو مثل الآن سابقا كان يمثل المستطيل والكن كريت بروتوتيب 2 واللي كان يمثلك إيش يمثلك الدائرة أوكي؟ الآن هو هذا أي صنف يحتوي لك على وظائف ويحتوي لك على حقول بطبيعة الحال إحنا نحنحن نحن نكلم عن وظيفة اللي معنية الخاصة فينا لوظيفة الاستنساخ اللي كان وعمل كلون على هذا الكان أوكي؟ باعتبار أن البروتوتيب يحتوي على الوظيفة الرئيسية اللي هي الخاصة في عملية الاستنساخ وفي عمل البروتوتيب اللي هي الكلون فهنانتك تتكرر عندك باعتبار انه كلهما يرث من البروتوتايل. اذا هنا عندك كلون وعندك هنا الكلون. بمعنى انه احنا هذه الوظيفة راح تبدي تعمل لك return على copy of this. يعني هذا الابجكت فقط انه قوم باستدعاء هذه الوظيفة وراح يعطيك نسخة من هذا الابجكت. بحقوله بتفاصيله مثل ما قلنا انه اذا كانت برايفت فما تقدرين تعمل عليها return ضمن محددات معينة. نفس الكلام دي ينعكس عندك على كان كريت بروتوتيب 2 الصنف الاخر. فانت تقدر تعمل return copy of this باستخدام هذه الوظيفة. اوكي. وطبعا الان ببساطة ذا ريته انه انت تعمل كلون على الابجكت اللي انت تريده. فمجرد ان تقوم بعمل انستنس من او بشكل مباشر بلاش باحتباره انه ابستراكت. ما تقدر تعمل انستنس من عنده انتروفيس. فبروتوتيب تقول اوكي بروتوتيب دوت كلون. وبالتالي راح يبدي يرجع لك الابجكت المعني. هذه هي العملية ببساطة نحن نبدي نتناول ان شاء الله في مثال تطبيقي بسيط جدا يوضح هذه الفكرة.